السلام عليكم ورحمة الله وبركاته هنتكلم من أرضه إن شاء الله عن أسباب تساقط الأظهار والعقد الحديث في الخيار أو ظاهرة التنفيل وإن شاء الله هنتكلم في نقاط محددة وشرح وافي مبسط عن أهم أسباب هذا التنفيل في الصوب والأرض المكشوفة وإن شاء الله هنتكلم برضه في شرح وافي مبسط عن أهم العوامل التي تؤدي للوقاية والمكافحة في حالة حدوث هذه الظاهرة ولو حضرتك أول مرة تتبعنا أعمل اشتراك وفعل جرس التنبيهات لتصلك أحدث المعلومات الزراعية تابعونا أهلا بكم أول حاجة هنتكلم عنها هي أهم الأسباب التي تؤدي إلى ظاهرة التنفيل أو تساقط الأظهار والعقد الحديث في الخيار وخصوصا المزروع داخل الصوب حيث أن الأصناف التي تزرع داخل الصوب تكون هجين وتعقد بكريا دون حدوث عملية التلقيح والإخصاب إذن ما هي الأسباب التي تؤدي إلى عدم حدوث هذا العقد بكريا واحد الصنف المزروع قد يكون صنف حقلي أو صنف أرض مكشوفة وتمت زراعته في الصوب لذلك يفشل أو تفشل عملية العقد وتسقط الأظهار اثنين ضعف عملية الإضاءة مما يقلل من عمليات البناء الضوئي داخل النبات وبالتالي تقل الكربوهادريت داخل النبات ولذلك يفشل التزهير ولو تم التزهير تفشل عملية العقد وتسقط هذه الأظهار قبل أن تتم دورة حياتها ثلاثة ارتفاع الرطوبة النسبية داخل الصوب نتيجة عدم التهوية الجيدة وهي من العوامل المجهدة للنباتات وتؤثر على التزهير والعقد أربع التأخر في حصاد الثمار وبالتالي يهمل النبات التزهير والعقد مما يؤثر على نسبة العقد الكلية هذا فيما يخص أسباب تساقط الأظهار والعقد الحديث أو التنفيذ داخل الصوب أما في الحقل المكشوف فيضاف إلى هذه الأسباب عدة أسباب أخرى أهمها واحد عدم انتظام الري وبالتالي تزبز برنامج التسميد فلا يخذ النبات كل احتياجاته السمادية أي نقص تغذية ومن أهم العناصر المؤثرة على التزهير والعقد نقص عنصر الكالسيوم والبورون والزنك اثنين التقلبات الجوية والتفاوت الكبير بين درجات حرارة الليل والنهار أو موجات الحرارة الشديدة أو هبوب الرياح الشديد ثانة الإصابة بالأمراض الفطرية وأهمها البياضة الدقيقي والزغبي وعفان الجذور وعفان الثمار والنماتودة بالإضافة للإصابة بدودة الثمار والحشرات الثاقبة المصة كالمن والذبابة البيضاء والعنكبوت الأحمر أربعة زيادة ملوحة التربة أو مياه الري خمسة زيادة التسميد الأزوتي عن الحد المسموح يؤثر بالسلب على التزهير والعقد لأن زيادة الأزوتي مع زيادة الري تؤدي إلى زيادة النمو الخضرية على حساب التزهير والعقد ويجب تجنب التسميد باليوريا خلال مرحلة التزهير والعقد خصوصا مع الحرارة العالية ستة قد يحدث تساقط للأزهار نتيجة الرش بأحد المبيدات النحاسية في درجات الحرارة المرتفعة أثناء عملية التزهير سبعة الاستخدام الخاطئ لمنظمات النمو أو نتيجة الخلط الخاطئ للمبيدات الزراعية أما عن أهم طرق الوقاية من تساقط الأزهار والعقد الحديث أو التنفيذ في الخيار واحد زراعة الأصناف الخاصة بالصوب داخل الصوب أو زراعة ملقحات بينها اثنين التهوية الجيدة للصوب وتحسين الإضاءة ثلاثة انتظام الري والتسميد وعدم الإصراف في التسميد الأزوتي والاهتمام بالكالسيوم والبورون والزنك ويمكن الرش بالكالسيوم والبورون والزنك في حال ظهور موت الأظهار والعقد الحديث لعلاجها ولتقليل الخسائر مع وقف التسميد الأزوتي وتقليل الري لحين حل المشكلة أربعة وضع برنامج مكافحة متكاملة شمل مبيدات فطرية وحشرية الحفاظ على سلامة النباتات باستمرار خمسة تجنب الزراعة في الأراضي عالية الملوحة وتجنب الري بالمياه عالية الملوحة وإضافة محسنات ملوحة للتربة إن أمكن ستة الرش في التزهير بمستخلصات الطحالب التي تحتوي على الأكسينات والسيتوكينينات والتي تقلل من تساقط الأزهار ويمكن الرش أيضا بمركبات مثبتات الأزهار سبعة خف الثمار السفلية أو الحصاد المنتظم للثمار يساعد في تنشيط التزهير والعقد انتهى ولو حضرتك أول مرة تابعنا اعمل تعليق واشتراك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته